حلوا لواء اليوم الموعود وطلبوا الصدر ممن يسعون للمشاركة بتشكيل الحكومة تسليم سلاحهم خطوة بناظر السياسيين إيجابية خصوصا وأنها تعزز هيبة الدولة وقواتها الأمنية فبناء حكومة مؤسساتية يتطلب حيزا من الاستقرار الأمني نعم كان قرار جيد وخطوة جيدة بالاتجاه الصحيح وبناء الدولة وبناء مؤسسات الدولة لا بد أن يكون القانون هو سيد الموقف وهو ليسود الدولة اليوم ما ممكن نذهب باتجاهات أخرى اليوم هناك جهات تحمل السلاح خارج أطار الدولة والكل وجميع الوطنيين نرفض أن يكون سلاح خارج أطار الدولة تعد خطوة بالاتجاه إلى تعزز الثقة لتلك المبادرات لدعم مسيرة الدولة في سيطرة واحدة لحكومة واحدة في بناء دولة مؤسساتية وبالتالي هذه الدعوات يجب استثمارها لمساحة ربما قد تكون أكثر بكثير من الأطراف الأخرى ليس فقط سلاح الفصائل والفصائل ذاتها وجب سحب سلاحها وصلاحيتها إنما هناك ضرورة ملحة أيضا لسحب السلاح المنفلت والذي تحتازه العشائر العراقية في جنوب العراق ولعل خطوة الصدر هي أولى بادرة حصر السلاح بيد الدولة بعض السلاح المنفلت لدى بعض العشار أثرة سلبا من على سمعة العراق لذلك أنا مع كل من يدعو إلى سحب السلاح من يد الفصائل المسلحة المنفلتة ووضعه بيد الدولة وأن تكون الدولة قوية قادرة على بسط الأمن والأمان الذي هو الوحيد الذي يمكن بقى المواطن العراقي ينظر إلى الدولة على أنها تكون دولة قوية قادرة على تحقيق الأمن والأمان كأولى بوادر بناء دولة المؤسسات الصدر يحل لواء اليوم الموعود الذي يعتبر من أهم ألويته العسكرية مبرهنا على حسن النية والسعي إلى دعم حكومة خالية من سلاح خارج إطارها من بغداد محمد فراس قناة التغيير